وإلى جانب الأشقاء في الخليج العربي لعبت الأمم المتحدة دورا حيويا من خلال مجلس الأمن الدولي في ردع العدوان الغاشم على دولة الكويت كما لعبت الدبلوماسية الكويتية دورا كبيرا في إقناع العالم بعدالة القضية منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في الثاني من أغسطس من عام 1990 والدبلوماسية الكويتية تلعب دورا كبيرا في حج المجتمع الدولي لتحرير الكويت من خلال الأمم المتحدة وقيام مجلس الأمن الدولي بدوره لردع العدوان الغاشم ومطالبة العراق بسحب قواته على الفور ومن دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت فيها في الأول من أغسطس لابد أن نذكر وبكل فخر واعتزاز الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الخارجية بقيادة الأميرة الراحل الأميرة الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لحجد الدعم الدولي لتحرير البلاد وأثبت الدبلوماسية الكويتية قولا وفعلا في تلك المحنة بأنها خط الدفاع الأول لبلدنا الحبيب وقادت الدبلوماسية الكويتية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والذي بدوره طالب بالالتزام بما ورد في مثاق المنظمة الدولية لصيانة السلم والأمن الدوليين لتحرير دولة الكويت لن تنسى أبدا دولة الكويت دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا في عملية التحرير وذلك عبر أصدار المجلس سلسلة من القرارات بدءا من القرار 660 التاريخي الذي صدر في يوم الاحتلال في 2 أغسطس 1990 وأدان الغزو العراقي على الكويت وصولا إلى عودة الشرعية وتحرير البلاد واستمرت الدبلوماسية الكويتية في حج المجتمع الدولي حتى اندلاع العمليات العسكرية أصدر خلالها مجلس الأمن الدولي 12 قرارا دوليا ملزما تشيد بصراحة إلى مواد الفصل السابع من الميثاق في سابقة لم تشهدها الأمم المتحدة من قبل منذ الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم والدبلوماسية الكويتية تقود المجتمع الدولي وتحول الأمم المتحدة إلى مصرح رئيسي لإدارة الأزمة حتى التحرير من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر